ويبقى أيضا معنا من بغداد مراسل الإخبارية فراس الدليمي مساء الخير فراس أبدأ معك فراس إلى أين وصلت مشاورات تشكيل الحكومة من خلال مساعي بعض الكتل لتشكيل الكتل الأكبر في البرلمان نعم تشهد هذه الأيام والأيام الماضية يعني محادثات وتفاهمات وحراك كبير ومستمر بين قادة الكتل السياسية من أجل تشكيل الكتلة الأكبر التي يتيح لها الدستور العراقي باختيار رئيس الحكومة رئيس الوزراء وهو المنصب الأكبر الذي تسعى إليه الكتلة الكبيرة لكن إلى الآن ما زال الخلاف هو الذي يسيطر على المشهد السياسي بين قادة الكتل السياسية بسبب التمسك بشروط ومحاولة منهم الحصول على امتيازات للأربع سنوات القادمة وهذا حقيقة يتعارض مع تطلعات الشارع العراقي خصوصا أنه الآن الشارع العراقي يشهد احتجاجات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات الوسط والجنوب وبالتالي ربما هذه الاحتجاجات سوف تؤثر إن ازدادت حدثها في الأيام المقبلة لكن لم يتبقى إلا أيام قليلة جدا قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد التي حددها رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري والتي سوف تعقد يوم الثالث من أيلول المقبل وإلى الآن الكتل السياسي لم تحسم أمرها في الإعلان الرسمي عن تشكيل الكتلة الأكبر التي سوف تختار رئيس الوزراء وبالتالي أيضا هناك خلافات حول المناصب الأخرى كرئيس الجمهورية بين الكتلة الكردستانية وأيضا رئيس البرلمان لتحالف المحور الوطني السني وبالتالي إلى الآن هناك فريقين متنافسين بين دولة القانون والفتح من جهة والنصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وأيضا سائرون والحكمة والوطنية من جهة أخرى تحاول استمالة بقية الكتل والأطراف السياسية من أجل الانضمام إليها لتشكيل الكتلة الأكبر وحقيقة الخلاف هنا من بعض الكتل السياسية هي ما هي الضمانات التي تضمن الاتفاق وتنفيذ البرنامج الحكومي للأربع سنوات القادمة خصوصا أن الحكومات السابقة منذ عام 2003 وإلى الآن قد فشلت في خدمة البلاد والعباد في العراق ولم تقدم أي شيء للمواطن وبالتالي مخلفات هذه الحكومات اليوم هي المرض والجوع والفقر والتلوث البيئي في البصرة وغيرها من المحافظات الأخرى المواطن العراقي قد سئم من هذه الحكومات ومن هذه الكتل السياسية والأحزاب وقد تمخض عنها هذه الاحتجاجات الشعبية وبالتالي هناك أطراف سياسية لديها برنامج حكومي للأربع سنوات المقبلة تحاول الحصول على ضمانات وإن كانت دولية أممية من أجل تطبيقها أو الحفاظ عليه في الأربع سنوات القادمة كي لا يستمر الفشل ولا يستمر الاستحواذ على السلطة من قبل جهات معينة وحزاب معينة متنفذة سيطرت على سدة الحكم منذ عام 2003 وإلى الآن وبالتالي ربما بحسب المراقبين خلال اليومين القادمين سوف ينتهي موضوع التفاهمات ويجب أن تعلن الكتلة الأكبر قبيلا عقادة الجلسة الأولى للبرلمان العراقي لأن بخلاف هذا سوف تكون الجلسة أيضا جلسة خلافية ولربما يحضر النواب الجدد إلى قبة البرلمان لكن إذا بقيت الخلافات سوف تحول دون انعقاد هذه الجلسة لربما بسبب لن يكون هناك نصاب قانوني لعقدها المكون من 165 زائد واحد نعم فراس تحدثت أن هناك خلافات في الحكومة وهناك احتجاجات في بغداد هل هناك أيضا دور للجانب الآن الأمريكي من أجل تقريب وجهات النظر بين الكتل من أجل سرعة إنجاز هذا الملث وسط الخلافات التي تحدثت عنها في الحكومة وأيضا الاحتجاجات في العراق وخاصة في بغداد نعم مبعوث الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي بيرت ماكورغ موجود في بغداد قبل أيام كان وقد التقى بجميع الأطراف السياسية وقد حاول تقريب وجهات النظر والدفع باتجاه الإسراع بتشكيل الكتلة الأكبر وانعقاد البرلمان وتشكيل الحكومة لأنه الآن العراق مر في فراغ دستوري وسياسي وهذا سوف يؤثر على الوضع الأمني لكن حقيقة بالمقابل هناك أيضا ضغوطات لربما تواجه هذه الضغوطات الأمريكية هي ضغوطات إيرانية تحاول الدفع باتجاه الأحزاب أو الفريق الموالي لها من أجل أن يكون له الكتلة الأكبر لكن إلى الآن إيران فشلت في تشكيل الكتلة الأكبر واستمالت الأطراف السياسية بجانب الفتح ودولة القانون لتشكيل الكتلة الأكبر واليوم بحسب مصادر سياسية حقيقة أنه صاحب الحظ الأوفر هي كتلة سائرون النصر بزعامة سيد رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل عدد النواب حاليا إلى 150 نائب ولم يتبقى إلا عدد قليل للانضمام إلى هذه الكتلة ومن ثم سوف يتم تشكيل الكتلة الأكبر خصوصا أن تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي مدعوم من قبل كان معنا من بغداد مراسل الإخبارية فراس ديليمي شكرا جزيلا لك فراس على هذه المعلومات وعلى هذا التوضيح شكرا جزيلا لك شكرا